كيف يجيز الإسلام الزواج من قاصرة من طفلة صغيرة قد لا تستطيع المعاشرة الزوجية قد لا تستطيع أن تتحمل تبعات الزواج كيف يجيز الإسلام هذا الموضوع في وقتنا وفي زمننا الحاضر سيد عبد الحميد نقطة أساسية في الموضوع لا بد أن تفهم وهذا وجدت له إجماع عند العلماء أن الزواج يكون لمصلحة البنت وإذا زوج الولي ابنته زواجا لغير مصلحتها فهو باطل شرعا يعني لو زوجها لأجل مثلا ما لأجل مصلحة خاصة له أو غير ذلك ليس لمصلحتها الخاصة هي عرفت كيف يعتبر هذا الزواج باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن البكر تستأذن والثيب تستأمر فإذا لم تأذن لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر ولذلك هنا نقطة ارتكاز وهو إجماع عند أهل العلم لو زوج ولي البنت رجلا لغير مصلحتها يعني هو الأصل أن يزوجها لمصلحتها فإذا زوجها لغير مصلحتها لمصلحته هو فيعتبر هذا الزواج باطل وهذا العقد باطل ويعتبر هذا الزواج يفسخ مباشرة وليس له قيمة شرعا ولا قانونة طيب من يحل هذا الفعل يعني ولي الأمر الذي يزوج ابنته لمصلحته ما حكمه في الشرع هذا؟ هذا ظالم هذا ظالم لأنه زوج لمصلحته لا لمصلحت ابنته لأنه ما وضع إلا لحمايتها ولمحافظة عليها ولإكرامها ولبحث عن ما يصلح حالها أما إذا كان زواجه لها من أجل مصلحته الخاصة ومن أجل أموره الخاصة فهذا إنسان غير كفء لأن يكون قيما أو أن يكون مسؤولا عن هذه الفتاة ترجمة نانسي قنع